شكرا بشأن تحقيق السلام ووقف الحرب في ظل الدور السلبي والمتراخي للمجتمع الدولي وتغاضيه عن تصعيد الميليشيات والموافقة والتماهي مع مسرحياتها الهزلية والذهاب بشكل انفرادي في تفسير وتنفيذ إجراءات بناء الثقة بما يفرق اتفاقات السلام من محتوىها وإطالة أمد الحرب وإطلاق قياد الميليشيات لتصعيد انتهاكاتها وخرقاتها والتحشيد لجولة جديدة من معركة الحديدة والتي لم تتوقف الجماعة الحوثية من المضي نحوها منذ اتفاق السويد وهي التي تنفذ كل يوم تسللات وقصف عشوائي على المناطق المحررة ومواقع المقاومة الوطنية والقوات المشتركة بالإضافة إلى أن الدور السلبي للأمم المتحدة ضاعف من خيبة أمل اليمنيين في المنظمة الدولية فإنه أسهم في تشجيع وتحفيز الميليشيات الحوثية الإرهابية على الاستمرار في التنكيل باليمنيين ومواصلة حروبها العبثية خدمة لأجندات مشبوهة تسعى إلى تدمير اليمن وتفتيته وفي وقت تعهدت فيه المنظمة الأممية بمراجعة أدائي ودور مبعوثها اليمن مارتين غريفث والذي اتهمه مراقبون بالإنحياز الميليشيات الحوثي استقدمت الميليشيات تعزيزات إلى داخل مدينة الحديدة واستحدثت خنادق ومتارس بالقرب من خطوط التماس ضمن مساعيها المتزايدة للدفع بكل قوة نحو التصعيد وتفجير الأوضاع عسكريا قبل الدخول في أي تفاهمات سياسية تنهي مسرحياتها الهزلية وتلزمها بشكل جاد في الانسحاب الكامل من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة